كيفكم اصطلعب الصف إصالس اليوم درسنا عن فاصل المخاليت بدايةا نفكال ترجعو بنا رفع عند درس السابق الذي تضكرنا سي unaware من المخاليT مخاليT متجانسة و مخاليT غير متجانسة و أقول لنا Particularly يتحدث ان مخاليT غير متجانسة أن مكوناتها Jessie لا تشتريها وسيصبح ذ especial و أطلع ان امينت حقيقي عند tmt ماء والذيت الأحماسة تلاحظ بقية طبقة للذيت warning لاش wood تزجوا مع بعضهم البعض بما انه طبقتين واضحة عندي فانا بالتالي كمان برح اقدر اني افصلهم اقدر حكي على العكس مين المخاليط المتجانسة المخاليط المتجانس اذا بتذكروا حكينا انه المكوناتها بتم تزج معاهم وبالتالي هي متل مين مثل الماء والسكر الماء والملح بتلاحظ احنا من جرد ما نحركناهم ما رح نستطيع ان نميز وين ذرات الملح وين هي الماء فبالتالي بما انه يصعب بما انه مكوناتهم المسجد مع بعض وبالتالي يصعب انه تمييز الطبقات وبما انه صعب اني اميز وين الطبقات تبعونه صعب اني افصلهم اليوم بدلتنا عن فصل المخاليط رح نتعلم مع بعض كيف اني افصل هاي المخاليط هلا بداية كيف هي شو مقصود بفصل المخاليط هل العملية التي يفصل فيها المخلوط الى مكونات وشو بنسميها فصل المخاليط طيب هلأ على ماذا تعتمد عملية فصل المخالي تعتمد على خاصة أسفيزيائية يا سادس أول هي خاصية اللي هي المغناطسية ثانية شو درجة غليانها أشكالها حجومها وألوانه وبتمنى تحددوهم معي هلأ بيحكي لك تأمن الصورتين أي المخلوطين يسهل فصلهم بما أنه الأول شي بدي أقارن إذا هون عندي تامن الصورة يا سادس إذا بتلاحظ عندي هون فيه عندي خضروات تمام خضروات متنوعة أنا بقدر أميز أنه هاي فاصولية هيدوريا هاي الجزار هاي بازيلة يعني أنا عم بقدر أميز مكونات المخلوط إذا هذا المخلوط غير متجانس صح ولا لا بينما عندي لدهان أنا ما بقدر أميز في المكونات الشكلية فهذا يعتبر مخلوط متجانس طيب أنا أسهل أني أفصل المخلوط الغير متجانس يلي واضحة مكوناته وأشكاله مختلفة وألوانه مختلفة أمي أفصل لدهان يلي نفس اللول ونفس الشي ما بقدر أفصله لأكيد هو من هو تاقس الثالث اللي هو أكيد الخضروات فبالتالي إيش الجواب؟ اللي هو خضرات متنوعة لأنها مخلوط غير متجانس هاي اليوم نتعلم مع بعضه أنه عنا طريقة فصل المخاليط الغير متجانسة هاي أول طريقة اللي هي الفصل بالمغناطيس ثاني إيش الفصل باليد وثالث إيش الفصل بالغربله اللي رابعاً هو الفصل بالتارجيه نحن نبدأ هلأ بداية بالفصل بالمغناطيس كيف يعني الفصل بالمغناطيس تبع معي على الصورة اللي هي امامك بتلوحظ في عندي دقيقة القمح على برات الحديد تمام كيف ينفصلهم هلأ برات الحديد احي معروف ان الحديد اي اشي حديد تقريب عني مغناطيس رح سير في عندي تجزازة وينتسقوا ببعض البعض ليك انا ممكن استخدر المغناطيس لعشان اجذب هاي اللقات السوداء له برات الحديد لما جمت المغناطيس طلع كيف بلج معاي تنتقل للمغناطيس وبالنهاية سفوا عندي تم فصل مخلوق من خلال المغناطيس هاي هيиноسطوبة ليه وإيش الفصل بالمغناطيس لو انا بدعتك السؤال اذكر المواد الذي يجذبها المغناطيس بتقول لي رقم 1 الحديد رقم 2 الفلاد رقم 3 Eli اذكر امثلة على طريقة الفصل بالمغناطيس ايش احنا اخذنا اول مثال هو يستخدر المغناطيس لفصل برادة الحديد عن دقيقة القمح هي اول مثال ثاني مثال انه ليفصل الحديد والفلاد عن المواد الاخرى لاعادة برات لاحظ معي هاي ما نسميها احنا عادة بالمطقة الخردة او منطقة فيها نفايات وفيها مواد اخرى غير النفايات طبعا انا كيف فيني استفادة من الحديد والفلاد لانا انا الحديد مش بقدر اصهره واعيد صناعته يعني بقدر استفيد منه واعيد تدويره طيب كيف بحصل عليه هلا بقولك يا سامن يا سادس اني انا بجيب عند هاي المنطقة بجيب معي مغناطيس وبعرض ولا الهم اي اشي من الفلاد والحديد شو رح يصير عندي رح يلصعد وينتصق بالمغناطيس هيك انا بكون حصنت عليهم بهذا الشكل تمام يا سادس حسا اما ثاني طريقة لهي الفصل باليد ما لها الفصل باليد هلا فصل باليد تستخدم هادي الطريقة تستخدم فيها انت ايدك عشان تفصل المخليط وينه ايش رح تكون عادتان هل انت بتقدر تفصل مادة سائلة مواد سائلة عن بعض بيدك اكيد لا فبالتالي لأي نوع من المواد رح تكون عندي رح تكون للمواد الصلبة تمام هلا شو بستخدم احنا عندنا بما انه اسم الفصل باليد فانا حستخدم عنديه اليد طيب ليش علم ليش تستخدم فيها اليد وذلك الجواب لي امكانية رؤية مكونات المخلوط بالعين مجردة بسبب كوب الحجمها او اختلافها من حيث الشكل واللون يعني اذا بتلاحظ عندي هدول هدول عندي كلهم فواكب جفافة طيب مش هدول انا بقدر بسهولة امسكها وافصلها وايما بيدي دي لانها اول اشي حجما مليح تاني اشي اللونة بيختلف وشكلها كمان مختلف وهي بالاضافة انها مشينا مادة صلبة اذكر مثال على طريقة الفصل بالياد عندنا فصل مكونات مخلوط المكسرات وايضا فواكب جفافة فواكب جفافة وهي المكسرات احنا اصلا اغلبنا فيه منا مثلا ما بحب كل نوع المكسرات فبصير عادة احنا شو بنعمل بنائي بنائي نومعين هاي هاي لما نائي نومعين نصف نود الفصل اللي انا هم بفصل ايش معين انا بديها تمام يا سادس هلا تاني طريقة نتعرف عليها وهي الفصل بالغربل كيف يعني الفصل بالغربل هلا يا سادس اكيد انتو عبركم بسمعتم من اجدادكم او حتى امباعاتكم لما يحكولك انه احنا عم نغربل عندنا شو دقيق القمح كيف يعني عم نغربل دقيق القمح هلا الدقيق القمح بيكون فيه قسور بيكون فيه اوقات حتى احنا لما يكون احنا خاطين بيكون فيه ورق غار اشياء بتحميه مثلا من ماء اللي يسوز لكن هلأ انا بقدر استخدم القمح او نطحين مباشرة وبلش استخدمه بالطبخ كحين ولا اي شغلات لا دقيق احنا مشو نحكي من غربلو بعدين ايش منستخدمو له لانه ممكن يطلب معي تكتلات او مواد اللي هي قشور القمح انا مبدي اياها ومبدي فيه اتنين متضرني بالعكس لما استخدمه لهيك انا شو باستخدم عادة المستخدم اللي هي الغربال طب شو هي الغربال اللي هو عبارة عن زي الشبكة عبارة عن فيها مربعات اما صغيرة او بتكون كبيرة حسب انا شو بدي استخدمهم الهدف منها تمرر لجزئات اللي صغيرة للاسفل وتخليلي رزئات اللي كبيرة اللي انا مبدي اياها ونضلها بالغربال نفسه ولاخظ عندي هنا انا ممكن كمان افصل الرمل الناعم على الحصص صغيرة كيف انا كيف بافصلها من خلال برضو الغربال انا بارح الرمل الناعم نزل معاي بينما عندي شو كمان انضل عندي الحصص صغيرة موجود في الغربال نفسه فبالتالي الفصل بالغربال الغربال شو المقصد فيه هو اداة مكونة من شبكة ذات ثقوب مختلفة في حجومها بحيث تختلف حجوم ثقوبة شبكة الغربال اعتماد على الاختلاف في حجم مكونات المخلوق يعني انا بدي افصل الطحيل عادة بيكون جزاء اصغر فبالتالي بيحتاج غربال يكون عندنا مربعات تبعونه صغيرة بينما هون الرمل بيكون مثلا اكبر ونفسر شي بيحتاج مربعات تكون اكبر اذا المقربال هو اداة لعدن وين لعدن المخلوق تمام يا سادس لا تنسى انه نحفظ امثل على طريقة الفصل بالغربال اللي هي رقم واحد ورقام اثنين هلا الفصل بالترشيح كيف يعني الفصل بالترشيح هلا احنا اوقات مش امغادة لما يجي يطبخوا بنقع الرز وبيغسلوه قبل الطباخ الطيب هلا لما انا بدي افصل الرز عن الماء يلي انا حطيته فيه كيف بعمله فيه عندي عملية اسم الترشيح هاي بتفصلي مخاليط بتتكون بالماء بتتكون بالماء بتتكون بالماء دي صلبة غير دائمة في مادة سالة يعني انا الرز فحطيته في الماء لكن ما رح يضو بالرز في الماء هو بس هيغسل ليه لها انا بجيب مصفا تمام حسب حجم اللي انا المدية مثلا انا جبت مصفا بتناسب لحجم الرز وحطيت طول الرز فيها شو طلع معي بالاخر طلع معي الرز بينما الماء والنصفة بالاخر بالقدر او الوعاء اللي انا حطه فيه هاي بنسببها عملية الترشيح اذا لشو بتستخدم الترشيح تستخدم لفاصل مكونات مخاليط تتكون بمادة صلبة غير ذائبة في مادة سائلة طيب هلا شو ممكن احنا نستخدم فيها ممكن نستخدم الصفاء اما هلا بتكون كميرة الحجم حجم المادة حسب المادة غير ذائبة فيها هلا بيتل ايش امثلة عليها لو انا حكتلك اذكر امثلة على طريقة الفاصل بالترشيح بتقول لي فصل الارز عن الماء الذي يغسل به او نقع فيه هاي اولا ثاني ثاني شغلة ايش هي فصل مخلوط مشروب القهوة عن رواسم القهوة هلا اني سؤال على الالك علت تستخدم ورقة الترشيح في عملية الفصل ليش احنا بنستخدم هون اذا بتركز معاي بالقهوة هاي الطرق من القديمة وهلا ما بنستخدمها كتير بس انه هي متوافرة انه في عندي هاد الورق الابيض بنسميه ورقة الترشيح بكون حاط فيه الاهوة وعندي هون ابريق تمام هلا انا بسكم الماء الساخن عليه بالتالي شو بصري عندي الاهوة بتززل اما اما رواسم الاهوة اللي انا بديها بتظل موجودة بورقة الترشيح ثمام فبالتالي بقولك ليش انا بستخدم عن ورقة الترشيح في عملية الفصل لان ثقوبها صغيرة جدا اذا كان حجم المادة غير الذائبة صغيرة يعني حتى لو حجم المادة اللي اهوة مثلا الذائبة بتكون كيرا صغيرة وما بديها هاي ورقة الترشيح ثقوبها جدا 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 صغيرة وبالتالي شوية سادس ما بتخليها تموربور فبالتالي بس بنزل المشروب اللي انا بديها أما الثقوب الصغيرة ما بتنزل هل المادة الصلبة التي تبقى على ورقة الترشيح مش بظل في عندي رواسب على ورقة الترشيح ما نزلت شو بنسميها بنسميها الناتج الترشيح إذن أنا باستخدم الفصل الترشيح لفصل مكونات تتكون مادة صلبة غير دائم في مادة سائلة حكينا بنتي الأنفل عليها رقم واحد فصل الاروز عن الماء الذي غسل بها أو نقاع فيه ورقم اثنين اللي هي فصل مخلوط مشروب القهوة عندي رواسب القهوة طيب شو نقصد بالراشح اللي هو المحلول الذي ينفذ عبر ورقة الترشيح يعني اللي بنزل اللي بعبر الورقة الترشيح شو بنسميه السائل اللي هون هاد بنسميه راشح أما اللي رواسب بظلها شو بنسميها ناتج الترشيح